بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة لله تبارك وتعالى من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء وليس للظالمين من أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها لأنه أقرب إلى الإخلاص والقبول كما ورد في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفي صدقات المخلصين تكفير لذنوبهم ومغفرة لها وستر لعيوبهم ونشر لمحاسنهم وأفضالهم والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم أو أموركم ثم يقول الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون كان لبعض الأنصار قرابة من اليهود وكانوا قبل إسلامهم يتصدقون عليهم فلما أسلموا امتنعوا عن الصدقة لهم وهم على كفرهم رغبة في إسلامهم فقد راودوهم على الإسلام فنزلت الآية الكريمة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقد قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين وقال جل شأنه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قل إن الهدى هدى الله فلتكن صدقتك عليهم خالصة لله عز وجل والمقصود بالصدقة هنا هي صدقة التطوع لعدم جواز دفع الزكاة لغير المسلم كما أن مردود الأجر والثواب من هذه الصدقة على صاحبها المنفق لها والمتصدق بها ما يقول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم بعد أن حض الله عز وجل في الآية السابقة على الصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى بين جل وعلا أن هذه الصدقة تكون للفقراء الذين أحصرهم الفقر وتقطعت بهم الأسباب وهم المهاجرون إلى المدينة لا يستطيعون سفرا لطلب الرزق يظنهم الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء من شدة تعففهم وعزة نفوسهم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي إن الله يعلم نفقاتكم أي أن الله يعلم نفقاتكم ويقبل صدقاتكم وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك أي من طعام وشراب تحببا وتوددا رواه البخاري ومسلم ثم يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمدح الله عز وجل عباده الذين يتصدقون بأموالهم في سبيله ليلا ونهارا سرا وجهارا وفي جميع أحوالهم وأوقاتهم أن لهم أجرا كاملا عند ربهم وهم في أمان الله وضمانه فلا يصيبهم الخوف والفزع ولا ينتابهم الرعب والهلع فهم آمنون مطمئنون فعن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه